طيب بسمنا الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه طيبين وطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم آمين في الأسبوع الماضي انتهينا من أحكام الطهارة صح وآخر شيء درسناه أحكام ما يتعلق بالحيظ والنفاس وما يتعلق بما يحرم على الحائظ ويحرم على النفساء في درسنا هذا سنبدأ الكلام عن أحكام الصلاة تمام الصلاة 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 معناها لغة أدعاء أدعاء اللهم ارحمهم اللهم إني أسألك الجنة الدعاء بخير هذا يسمى صلاة تمام هذا معناها في اللغة العربية أما معنى الصلاة عند الفقهاء يعني شرعاً فهي أقوال وأفعال مفتتحة بماذا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالباً غالباً يعني نكتب هكذا ثم في المستقبل نشرح لماذا قلنا غالباً لكن نقول غالباً لأن أحياناً قد تكون الصلاة ليس فيها أقوال صلاة بدون أقوال مثل ماذا إذا كان الإنسان لا يستطيع الكلام ماذا يسمى الذي لا يستطيع الكلام لا يستطيع الكلام ماذا يسمى أخرص يسمى أخرص واضح ويسمى أيضاً أبكم أبكم تبه عندك كم حواس تعرفون الحواس الخمس ما هي الحواس الخمس النظر السمع الكلام الشم اللمس صح ماذا تسمى هذه الحواس الخمس تمام الذي لا يستطيع النظر ماذا يسمى أعماء ما شاء الله ممتاز الذي لا يستطيع السمع ماذا يسمى أصم أصم لا يسمع قال الله سبحانه وتعالى صم بكم عمي صح الذي لا يستطيع الكلام ماذا يسمى أبكم شم أو أخرص ممكن الذي لا يستطيع الشم لا يسمع ماذا يسمى أخشم 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 الذي لا يستطيع الحركة لا يتحرك ماذا يسمى أشل 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 لا يستطيع الحركة يسمى ماذا أشل الذي لا يستطيع الرؤية أعماء الذي لا يستطيع السمع أصم الذي لا يستطيع الكلام أبكم الذي لا يستطيع الشم أخشم الذي لا يستطيع اللمس أشل واضح ولا هذا واجب إلى الغد هذا يحفظ غدا أسألكم تمام تمام أو لا لا تمام أو لا لا مشكلة لماذا لا هل أنت موافق أو غير موافق غدا أسألك موافق أو غير موافق موافق إذن تمام ليس لا تمام حسن طيب الصلاة بارك الله فيكم الصلاة معناها لغة الدعاء بخير ومعناها شرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسريم واضح أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسريم غالبا لماذا قلنا غالبا لأن الشخص الأبكم يصلي بدون أقوال صح إذن غالبا تكون أقوال وأفعال لكن أحيانا لا تكون لا يكون فيها أقوال مثلا تمام هذا تعريف الصلاة ثم نقول الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسريم غالبا ما ينبغي ما ينبغي فعله للصلاة وفيها أربعة أقسام لا تكتب انتبه معي الذي ينبغي أن تفعله للصلاة وفي الصلاة كم أربعة أقسام نقول ينبغي لماذا نقول ينبغي لأنه قد يكون واجبا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا إذن انتبه معي ما هي هذه الأربعة الأقسام شروط أركان أبعاد هيئات درسنا هذا من قبل صح ما تعريف الشروط الشروط نقول الشروط لا تصح الصلاة إلا بها وتكون قبلها لا تصح لا تصح الصلاة إلا بها وتكون قبلها مثل ماذا مثل ماذا الشروط مثل الطهارة الطهارة أحسن مثل الطهارة مثال آخر استقبال القبلة مثال ثالث ستر العورة مثال الرابع دخول الوقت هذه تسمى شروط لا تصح الصلاة إلا بها وتكون قبلها تسمى شروط سنتي ليها بعد قليل الثاني الأركان لا تصح الصلاة إلا بها وتكون داخلها داخل الصلاة مثل ماذا تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة النية الركوع الاعتدال السجود التشاهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير التسنيمة الأولى كل هذه أركان قيد إذن الصلاة لا تصح إلا بالشرور ولا تصح إلا بالأركان بمعنى آخر أن الشروط والأركان مستحبات أو واجبات واجبات لماذا واجبات لأن الصلاة لا تصح إلا بها ما الفرق بينهما هذا واجب وهذا واجب الشروط واجبة الأركان واجبة ما الفرق بينهما أن الشروط قبل الصلاة الأركان داخل الصلاة هذا الفرق هذا الفرق بين الشروط والأركان أن الشرط قبل العبادة قبل الشيء أما الركن داخل الشيء واضح لماذا؟ لأن الركن جزء من الشيء الركن جزء من الشيء جيد عرفنا هذا الأبعاظ الأبعاظ سنن مؤكدة إذا تركها ماذا يصنع؟ سجد لسه إذا تركها يزجد لسه الهيئات سنن غير مؤكدة إذا تركها لا لا يسجد للسه واضح الفرق بين هذا وهذا مثال الأبعاظ التشاهد الأوسط الشاهد الأول مثال الهيئات دعاء للسفتاح وسندرس هذا إن شاء الله كل واحد في درس مستقل تمام؟ جيد إذن عرفنا الشروط عرفنا الأركان عرفنا الأبعاظ عرفنا الهيئات وامتس نأتي إلى الشروط الشروط هذه قال لك العلماء هذه شروط تنقسم إلى قسمين تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين هناك شروط تسمى شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بها التي ذكرناها قبل قليل وهناك شروط تسمى شروط وجوب أي لا تجيب الصلاة إلا على من اتصف بها إذن عندنا شروط ماذا قلنا؟ شروط وجوب وعندنا شروط صحة شروط وجوب وشروط صحة ممتاز ما هي شروط الوجوب؟ على من تجيب الصلاة؟ على المسلم أيوة البالغ العاقل من؟ العاقل ما هو المميز؟ أحسنت العاقل ما هو المميز؟ مسلم بالغ عاقل فقط؟ ما رأيك؟ يبقى شيء؟ مسلم بالغ عاقل نقول مسلم بالغ عاقل غير حائض ولا نفسا مسلم بالغ عاقل غير حائض ولا نفسا ممكن نكتب هنا كتبتم هذا؟ كتبتم هذا؟ أكتبوا هذا سريعا انتبه نقول الشروط تنقسم إلى كم قسم قسمين شروط وجوب أو قبل نعم شروط نعم وشروط صحة ذكرنا قبل قليل ذكرنا قبل قليل أن شروط الصحة أربعة وهي الطهارة من الحدث والخبث اثنين دخول الوقت صح ثلاثة استقبال القبلة أربعة ساتر العورة هذه تسمى شروط الصحة شروط الوجوب ما هي؟ الإسلام اثنين البلوغ ثلاثة العقن أربعة النقاء من الحيض والنفاس صح افتح معي المنظومة أين المنظومة التي معه؟ افتح كتاب الصلاة المنظومة 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 أين هي؟ ماذا قال في المنظومة؟ في كتاب الصلاة كتاب الصلاة كتاب الصلاة فتحتم كتاب الصلاة كتاب الصلاة كتاب الصلاة فتحتم؟ كميعا انظر ماذا قال كتاب الصلاة فرض الصلاة فرض الصلاة لازم الأنام ما معنى الأنام؟ ما معنى الأنام؟ الخلق الإسلام والطهر من حيض ومن نفاس قدر الصلاة قدر الصلاة باتفاق الناس فهمنا بارك الله فيه فهمنا هذا كيد إذن عرفنا عرفنا شروط الوجوب وقلنا شروط الوجوب كم؟ أربعة عندما نقول الإسلام شروط الوجوب ما معنى هذا؟ يعني أن الصلاة لا تقب على الكافر لا تقب الصلاة على الكافر لأنه قبل أن يطالب بالصلاة مطالب بالإسلام فالكافر لا تقب عليه الصلاة لكن هل يعاقب عليها في الآخرة أو لا يعاقب؟ يعاقب عليها في الآخرة يعاقب في الآخرة على الكفر ويعاقب على ترك الصلاة ويعاقب على كل الواجبات التي تركها ويعاقب على جميع المحرمات التي فعلها واضح الكافر في الآخرة لا يعاقب فقط لأنه كفر يعاقب على الكفر وعلى ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إذن يعاقب لهذا كله واضح إذن نقول الإسلام فالكافر أي الكافر الأصلي ليس الكافر المرتد المرتد الذي كان مسلما ثم كفر الآن نتكلم على الكافر الأصلي الكافر الأصلي لا تقب عليه الصلاة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة تمام الشرط الثاني ما هو البلوغ فالصبي الصغير الذي لم يبلغ بعد لا تقب عليه الصلاة إنما تقب الصلاة إذا بلغ تقب الصلاة إذا بلغ أحسنتهم تقب الصلاة إذا بلغ وما هي علامات البلوغ الاحتلام بلوغ خمسة عشر سنة قمرية هذا للرجال والنساء صح وبقي شيء أو خلاص والحيظ لمن للنساء ماذا قال الناظم واحد واحد ماذا قال وَالْحَدُّ فِي الْبَانِينِ هُمْشَ أَسْرَهِ وَالْإِهْتِلَامُ إِنَّا تِسْعٍ فَدْرَهِ أَلَامَتَانِ فِي الزُّكُورِ وَالْإِنَاتِ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ فِي الْإِنَاتِ ثالثُ ثالث هنا تأتي فائدة الحفظ عندما تحفظ تستطيع أنك في أي وقت تذكر الشيء لأنك تحفظ النظم واضح؟ إذن البلوغ فلا تجب الصلاة على غير البالغ تجب الصلاة على البالغ وكيف تعرف أنه بالغ بالعلامات التي ذكرها زميلكم اسمك عمر مبارك مبارك أحسنت يا مبارك نعم واضح بارك الله فيكم إذن نقول شرط الوجوب البلوغ الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة لكن انتبه معي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبعين مروا أولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين قال العلماء إذا أكمل أكمل الصبي أو الصبية الولد أو البن أكمل سبع سنين فإن وليه من وليه؟ من وليه؟ الأب الأم الجد الجدة إذا كان يتيما ويوجد شخص يربيه هذا الشخص الذي يربيه يأمره بالصلاة متى يأمره؟ متى يأمره؟ بعد إكمال السبع انتبه بعد إكمال السبع إذا ميز يعني شرطين الشرط الأول الشرط الأول إكمال السبع الشرط الثاني التمييز ما معنى التمييز؟ ما معنى التمييز؟ التمييز يعني أن يفهم أن يفهم قال بعض الفقهاء التمييز أنه يفهم الخطاب يعني عندما تتكلم معه يفهم ويحسن ويحسن القواب إذا سألته يجيب هذا نقول عنه مميز ما معنى التمييز؟ أن يفهم الخطاب ما معنى الخطاب؟ الكلام أن يفهم الكلام وأن يحسن الجواب أن يفهم الخطاب وأن يحسن الجواب هذا يسمى تمييز وقال بعض العلماء التمييز أنه يستطيع أن يأكل وحده ويشرب وحده ويذهب لقضاء حاجته وحده هذا يسمى تمييز تمام؟ على كل حال متى نأمره بالصلاة؟ إذا أكمل السبع السنوات وميز لكن لو أكمل السبع السنوات ولم يميز عمره ثمان سنوات لكنه لا يفهم الكلام ولا يحسن الجواب هل نأمره بالصلاة أو لا نأمره؟ لا نأمره لماذا؟ لأنه لم يميز طيب إذا ميز قبل السبع عمره ست سنوات ويميز يفهم الكلام ويحسن الجواب هل نأمره بالصلاة أو لا نأمره؟ لا نأمره إذا متى نأمره؟ نأمره بشرطين الشرط الأول إكمال سبع الشرط الثاني أتمييز فهمنا؟ إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام رو أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر ما معنى واضربوهم لعشر؟ يعني إذا أكمل العاشرة بعد أن يكمل العاشرة إذا لم يصلي يضرب لكن هذا الضرب قال العلماء يكون ضربا غير مبرح يعني ضرب خفيف ضرب لا يكسر العظام ضرب غير مبرح ليس ضربا عنيفا ضربا خفيفا قال العلماء ويستحب أنه لا يزيد على ثلاث ضربات يستحب أنه لا يزيد على كم ضربات؟ ثلاث ضربات ضربة ثانية ثالثة يستحب أنه لا يزيد على الثلاث واضح؟ لأن المقصود تأديبه أن تؤديبه هذا كله يندرق تحت الكلام على البلوغ إذن تجب الصلاة على من؟ على البالغ أما غير البالغ لا تجب عليه وما هي علامات البلوغ؟ نقول علامات البلوغ المشتركة بين الرجال والنساء علامتان الاحتلام وبلوغ سن خمسة عشر سنة قمرية والثاني أو العلامة الخاصة بالنساء الحيث تمام؟ ثم نقول ومع ذلك يؤمر الصبي بالصلاة إذا أكمل سبع سنين وميز ويضرب على تركها إذا أكمل عشر سنين فهمنا؟ الشرط الثالث العقل فلا تجب الصلاة على المقنون لأنه فاقد للعقل لا يفهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن عن ثلاثة من هم الثلاثة؟ النائم حتى يستيقظ الثاني الصبي حتى يبلغ الثالث المقنون حتى يعقل إذن المقنون لا تجب عليه الصلاة انظر ماذا أقول؟ المقنون ماذا؟ المقنون ماذا؟ لا تجب عليه الصلاة المقنون ماذا؟ لا تجب لأن هذه الشروط شروط وجوب الآن نتكلم على شروط الوجوب نقول الكافر لا تجب عليه الصلاة الصبي لا تجيب عليه الصلاة المجنون لا تجيب عليه الصلاة الحائض والنفساء لا تجيب عليهم الصلاة حتى لو صلت لا تصح بل ويحرم عليها القضاء حتى لو قالت بعد الحيض أقضي الصلاة نقول حرام الصيام نعم يجيب القضاء في الصيام في الصلاة حرام واضح؟ طيب إذن نقول شروط الوجوب كم؟ أربعة الإسلام البلوغ العقل النقام الحيظ والنفاس والأبيات ذكرها لكم الناظم فقال فارض الصلاة نازم الأنامي بالعقل والبلوغ والإسلامي والطهر من حيظ ومن نفاسي قدر الصلاة باتفاق الناس تمام؟ انتهينا من شروط الوجوب ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا شروط الصحة قبل أن أتكلم على شروط الصحة أحتاج أنني أتكلم عن أقسام الصلاة كتبتم هذا أو لا؟ أكتبوا سريعا انتبه الصلاة الصلاة تنقسم هذا الذي سأكتبه مهم جدا سينفعك الآن وفي المستقبل انتبه الصلاة تنقسم إلى قسمين إما صلاة فرض أو صلاة نافلة إما صلاة فرض أو صلاة نافلة ما هي صلاة الفرض؟ ما هي صلاة الفرض؟ الصلوات الخمس الصلوات الصلوات الخمس هذه صلوات فرض هذه فرض عينين على كل مسلم أن يصليها لأنه قد يوجد فرض كفاية مثل ماذا؟ صلاة القنازة وقد يوجد فرض لكن ليس من الله فرض ألزم الإنسان به نفسه مثل ماذا؟ مثل النذر لو قال شخص نذرت لله أن أصلي ركعتين ما الحكم؟ واجب أو مستحب واجب نذر لله أن يصلي ركعتين واجب لكن من الذي أوجبه؟ أنت أوجبت على نفسك ليس فرض فرضه الله عليه صح؟ لكن نتكلم الآن على الفرض العيني ما هي الصلوات التي يفرض عين؟ الصلوات الخمس الصلوات الخمس تسمى فرض عين النفل النفل هذا ينقسم له قسمين في شيء اسمه نفل مقيد ما معنى نفل مقيد؟ مقيد ما معنى مقيد؟ يعني له قيد له وقت يبتدي وينتهي أو أو له سبب إما له وقت أو له سبب تمام؟ نفل مقيد مقيد يعني ماذا ما معنى مقيد؟ له وقت أو له سبب أريد نافلة لها وقت مثل ماذا؟ صلاة نافلة لها وقت مثل ماذا؟ الضحاء الضحاء لها وقت صح؟ ممتاز مثال آخر صلاة الليل غير صلاة الليل صلاة الويتر أحسنت لها وقت أيضا ها؟ تحية المسجد لها وقت أو سبب سبب أحسن غير ذلك سنة الوضوء لها وقت أو لها سبب؟ سبب الذي هو الوضوء صح؟ صلاة العيدين لها وقت أو سبب؟ صلاة العيدين لها وقت صح؟ طيب صلاة الكسوف صلاة الكسوف لها سبب ممتاز صلاة الإستسقاء لها سبب أحسن صلاة سنة الظهر القبلية لها وقت ممتاز أحسنتم إذن هذا نفل المقيد قد يكون مقيداً بوقت وقد يكون مقيداً بسبب وهناك نفل مطلق ما معنى مطلق؟ يعني ليس مقيداً يعني ليس مقيداً بوقت ولا سبب يعني لو واحد الآن يريد أن يصلي من الآن إلى الظهر ممكن أو غير ممكن؟ ممكن ليس مقيداً لا بوقت ولا بسبب هذا يسمى نفلاً مطلقاً مطلق فهمنا؟ واضح هذا أيها جيد جيد هذا النفل المقيد قلم السوداء متعب قليلاً هذا النفل المقيد إما تسن له الجماعة يعني تستحب له الجماعة يستحب هو نفل هو نفل لكن يستحب أن نصليه جماعة تمام؟ أو لا تسن له الجماعة ما هي النوافل التي يستحب أن نصليها جماعة؟ ماذا؟ تراويح فقط؟ أهم من التراويح العيدين صح؟ أيضاً الكسوفين كسوف الشمس خسوف القمر يستحب أن نصليها جماعة صح؟ أيضاً التراويح والوتر في رمضان التراويح والوتر في رمضان الوتر في رمضان يستحب جماعة في غير رمضان لا يستحب جماعة كل واحد يصلي حاله لا يستحب في غير رمضان في رمضان يستحب جماعة هذه صلاة نافلة أو فرائض نافلة لكن يستحب لها يستحب لها الجماعة أحسنتم طيب هناك نوافل لا يستحب لها الجماعة مثل الضحاء الوتر صح؟ ممتاز إذن تنقسم إلى قسمين تمام نقول ما كان مستقلاً عن الفرائض ما معنى مستقلاً عن الفرائض؟ يعني ليس له علاقة بالصلوات الخمس ليس له علاقة بالصلوات الخمس مثل ماذا؟ مثل الضحاء هل صلاة الضحاء لها علاقة بصلاة الفقر؟ هل لها علاقة بصلاة الظهر؟ لا لكن مثلاً سنة الظهر القبلية لها علاقة بالظهر أو ليس لها علاقة بالظهر؟ سنة الظهر القبلية لها علاقة بالظهر أو لا تابعة للظهر أو ليست تابعة تابعة للظهر سنة الظهر البعدية تابعة للظهر بعد أن تصلي المغرب يسن أن تصلي ركعتين صح؟ تابعة للمغرب بعد أن تصلي العشاء يسن أن تصلي ركعتين تابعة للعشاء قبل أن تصلي الفقر يسن أن تصلي ركعتين صح؟ تابعة للفقر لكن الضحى هل تابعة لا الويتر هل تابعة لا فهمنا بارك الله فيكم إذن الضحى والويتر لا يسن فيهما الجماعة وليست تابعة للفرائر أو نقول بعبارة أوضح ما ليس تابعا للفرائر ليس تابعا للفرائر مثل ماذا؟ مثل الضحى ومثل الويتر القسم الثاني هنا ماذا سيكون؟ ما كان أحسنت ما كان تابعا ممتاز ما كان تابعا للفرائر ما كان تابعا للفرائر هذا الذي هو تابع للفرائر ينقسم لقسمين تمام إما أن يكون مؤكد سنة مؤكدة وإما أن يكون غير مؤكد ما هو المؤكد؟ المؤكد عشر ركعات ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء هذا مؤكد ثنتان ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء واضح؟ غير المؤكد مثل أربع قبل الظهر ثنتين تضيف إليها ثنتين أربع قبل العصر ركعتين قبل المغرب هذا غير مؤكد واضح؟ بقي لكن أخشى أنه يكون كثير عليكم يكفي لهنا أو نزيد نزيد هذا كله هذا كله نفل مقيد بوقت وهناك أين أضع هذا؟ يمكن هنا هكذا إلى هنا نفل مقيد بسبب له سبب مثل ماذا الذي له سبب؟ السسقاء الكسوف العيدين وقت سنة سنة الوضوء تحية المسجد الاستخارة صح الاستخارة لها سبب هذه صلوات لها سبب هذا النفل الذي له سبب قد يكون هذا السبب سبب متقدم أو سبب مقارن أو سبب متأخر متأخر واضح قد يكون السبب هذا متقدم ما معنى متقدم؟ يعني السبب أولا السبب أولا ثم الصلاة أعطيك مثال أولا تتوضأ ثم تصلي سنة الوضوء صح إذن أين السبب؟ الوضوء يكون قبل أو بعد قبل ثم صلاة ركعتين بعد إذن هذا سبب متقدم أولا تدخل المسجد ثم تصلي ركعتين صح السبب أين السبب؟ دخول المسجد متقدم أو متأخر؟ متقدم ثم تصلي ركعتين هذا سبب متقدم وقد يكون السبب مقارن السبب مع الصلاة مثل ماذا؟ مثل الكسوف يكون السبب مع الصلاة متى تصلي الكسوف؟ إذا كسفت الشمس متى تصلي الخسوف؟ إذا خسف إذا خسف القمر مقارن قد يكون السبب متأخرا ما معنى متأخرا؟ يعني أولا تصلي ثم السبب مثل ماذا؟ الاستسقام مقارن مثل ماذا؟ تصلي ثم السبب مثل الاستخارة أولا تصلي ركعتين وبعد الصلاة تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدر قدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر إلى آخر واضح إذن هذا سبب ماذا؟ هذا سبب متأخر إذن الصلوات التي لها سبب مقيد بسبب قد يكون السبب قد يكون السبب متقدما مثل ماذا؟ سنة الوضوء تحية المسجد قد يكون السبب مقارنا مثل الكسوف والخسوف والاستسقاء قد يكون السبب متأخرا مثل الاستخارة واضح؟ إذن هذا تقسيم للصلاة بأنواعها أعيده لكم سريعا مرة ثانية الصلاة إما صلاة فرض والمقصود بالفرض هنا فرض العين لأنه قد يكون هناك فرض كفاية كصلاة الجنازة وقد يكون هناك فرض لأن الإنسان نذر تمام؟ الصلوات الخمس الصبح الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء صح؟ خمس أو تكون الصلاة نفلا هذا النفل إما نفل مقيد وإما نفل مطلق نفل مقيد ما معنى مقيد؟ ما معنى مقيد؟ له له وقت أو له أو له سبب له وقت أو له سبب واضح؟ ما معنى نفل مطلق؟ ليس له وقت ولا سبب يمكن أن يصلي متى شاء إلا في أوقات الناهي كما سندرس تمام؟ هذا النفل المقيد إما مقيد بسبب هذا السبب قد يكون متقدما قد يكون مقارنا قد يكون متأخران وإما أن يكون مقيدا بوقت هذا بوقت تمام؟ هذا الذي تسن له الجماعة يشمل النوعين يشمل السبب والوقت تمام؟ هذا تسن له الجماعة وقد لا تسن له الجماعة الذي لا تسن له الجماعة قد لا يكون تابعا للفرائض ليس تابعا مستقل مثل الضحاء والويتر وقد يكون تابعا للفرائض وهذا الذي يتبع الفرائض قد يكون مؤكدا وقد يكون غير مؤكدا ما هو المؤكد عشر ركعات ثنتان قبل الصبح ثنتان قبل الظهر ثنتان بعد الظهر ثنتان بعد المغرب ثنتان بعد العشاء قال لك صاحب الزبد ثنتان قبل الصبح والظهري كذا وبعده ومغرب ثم العشاء تمام غير المؤكد أن تصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا أن تصلي قبل العصر أربعا أن تصلي قبل المغرب ركعتين أن تصلي قبل العشاء ركعتين هذا غير مؤكد واضح هذه أقسام الصلوات إجمالا يمكن أن ترسمها في دفترك بتأني لكن ليس الآن أولا نقرأ الكتاب ثم ترسمها حتى تبقى الرسمة واضحة كلما احتجنا إليها تعود إليها وتنظر تمام لكن قبل ذلك نقرأ في الكتاب قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة الصلاة قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال والصلاة الوسطى ما هي الصلاة الوسطى صلاة العصر أحسنتم وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيّع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ثم قال لك شروط وجوب الصلاة تقدم أن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاظ وهيئات وأن الشروط قد تكون شروط وجوب وقد تكون شروط صحة الآن هو يتكلم على ماذا على شروط الوجوب فقال شروط وجوب الصلاة الإسلام فنقول لا تجب الصلاة على الكافر الأصلي لأنه مطالب بالإسلام قبل الصلاة وإن كان يعذب على تركها في الآخرة وإذا أسلم الكافر هل يؤمر بالقضاء أو لا يؤمر بالقضاء لا يؤمر بالقضاء قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف تمام الشرط الثاني العقل فلا تجب الصلاة على المجنون للحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل أحسنتم الثالث التمييز لو أن المؤلف قال البلوغ أفضل لأن شرط العقل يغني عن التمييز فكان الأولى أن يقول بل كان هذا هو المعتبر أن يقول البلوغ ولعل هذا يعني سهو للمؤلف وإلا فالشرط هو البلوغ تمام لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ما معنى حتى يحتلم يعني حتى يبلغ وعن المجنون وعن المجنون حتى يعقل وقلت لكم إن البلوغ له ثلاث علامات علامتان مشتركتان هما إكمال خمس عشر سنة والإحتلام وعلامة تختص بالإناث وهي الحيث تمام الأمر الرابع قال والنقاء من الحيظ والنفاس فلا تجب الصلاة عن المرأة الحائظ ولا النفساء ثم قال صلاة الصبي يؤمر الصبي الصبي ومثله الصبية البنت يؤمر الصبي بالصلاة لسبعين ما معنى لسبعين ما معنى لسبعين ها إكمال السبع إذا أكمل السبع تمام يؤمر الصبي من الذي يأمره أبوه أمه قده قدته سواء قده والد أبي أو قده والد أمه تمام يؤمر الصبي بالصلاة لسبعين أي لإكمال سبعين بشرق إكمال سبع مع ماذا إكمال السبع فقط أو يحتاج إلى شرطين آخر مع التمييز فلو أكمل السبع ولم يميز لا يؤمر لابد أن يكمل السبع ويميز يؤمر الصبي بالصلاة لسبعين ويضرب على تركها لعشر هل يضرب ضربا عنيفا أو خفيفا خفيفا قال الفقهى ويستحب أنه لا يزيد على كم على ثلاث ضربات نعم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين نقف هنا تمام نقف هنا لن أخذ هذا لأن هذا طويين اكتبوا هذا بشكل قيد غدا سيكون عندكم واجبا الواجب الأول من فقد الحواس الخمس الواجب الثاني هذا واضح ولا هذا أقسام الصلوات سأسألكم تمام إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته